السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي العزائي أهلا وسهلا بكم يعني إيه جوجل درايف جوجل درايف ده أداة من جوجل بتمكنك أن أنت تحفظ فيها ملفات لحد 15 جيجا أيا كان نوع الملفات دي إيه تتحفظها ليه علشان تشاركها مع أصحابك ترفعها عندك وتبعت لهم اللينك وهم يعملوا لها داونلود بس كده بكل سهولة علشان كده النهاردة إن شاء الله هنعرف مع بعض إزاي نرفع ملف على جوجل درايف سواء من التليفون أو من اللابتوب وإزاي نعمل مشاركة للرابط بتاع الملف ده علشان نسهل مشاركة الملفات مع بعض حتى لو إحنا بعيد عن بعض يبقى الموضوع بكل سهولة هنشوف الأول من الموبايل إزاي نرفع ملف على جوجل درايف بعد كده نروح للكمبيوتر ونشوف إزاي نرفع ملف على جوجل درايف نبدأ بالموبايل جوجل درايف بيبقى في ايقونة ملفات جوجل وهو ده المكتوب عليه درايف ده ندوس عليه هيفتح لك الاكاونت بتاعك في جوجل اهوت تمام طالما انت مسجل على التليفون الاكاونت بتاعك هيفتح على طول معاك مباشرة طيب الملف اللي انت عايز تبعثه ايه ممكن يكون صور من الجاليري ممكن يكون فيديوهات او ممكن ريكوردات في الغالب انا بابعت ريكوردات ريكورد زي ده بقف عليه وقفة مطولة لحد ما يعلم كده واتكها send save to drive allow save كده بتعمله upload تمام هاجي هنا كده هبصة لقيه هنا uploaded لانه هو صغير ادوس عليه هيقولي ايه ال recent files اهو باتكه على الثلاث نقاط دول واعمل link sharing off ده اضغط عليها turning on link sharing يعني بيفتح الشير بتاعه كده لما تعمل refresh زهر علامة اللي هي الدايرة ديت وعليها اشخاص يعني تقدر تعمله share تتكه على تلات نقاط تقدر تاخد اللينك ده وتبعته لاي حد انت عايزه بكل بساطة كذلك الحال تبعت اي ملف مضغوط تبعت اي فيديو اي صور اي حاجة تحطها على الكلام ده لو انت عايز تبعته المجموعة من الناس مختلفين بتعمل بترفع بتعمل الحاجة upload على جوجل drive بعد كده بتدي لهم اللينك هما يعملوا لها download على طول بس كده بكل سهولة يلا نروح للكمبيوتر ونشوف ازاي نعمل من عليه upload اول حاجة بتدخل على المتصفح بتاعك وتدخل على جوجل فتح لك صفحة جوجل اهيت تدخل على المربعات اللي فوق دي وتدوس عليها وتتكه drive هيفتح لك جوجل drive بتاعك زي ما فتح لنا في الموبايل بالزبط هي هيها لاحظ معاهم اللحظة مهمة جدا الملف اللي انت رفعته من على الموبايل اهو موجود هنا اهو هو ده اللي احنا لسه رفعينه ونقدر نشيره من هنا برضو بكليك يمين شير وكابي لينك وتتأكد من هنا ان ايني ون لازم تكون ايني ون انتفقنا وبعد ما كابي لينك تبعت اللينك لأي حد انت عايزه عادي جدا وبعد كده done طب لو انا عايز ارفع ملف بقى من على الكمبيوتر على جوجل drive هصغر الشاشة دي مثلا انا هدخل على الصفحة دي ده ملف عندي في تلاوات الشيخ محمد عمران ما تقطعه انا عايز اخد مثلا مقام البيات الشوري ده احطه في جوجل drive هاسحبه كده امسكه واشده وافرح واخش على my drive هنا وحطه كده اول ما يظهر لي علامة copy اسيب بيتعمله uploadه كده فاضله ثلاث دقايق ويتحمل هو كده بيتحمل اول ما الدائرة دي تكتمل يبقى خلاص اتحمل كده خلاص اتحمل هاوات عمال لي علامة صح مقام البيات الشوري ابدأ ادور عليه اشوفه فين اهو اهو ده اقف عليه انا دلوقتي هو عندي بس انا الوحدي اللي قدر اشوفه ازاي اعمل share مع الناس هتلك يمين وتكشير هيظهر لي هنا الخيارات عايز تشيره مع مين هنا restricted يعني الناس اللي انت بتختارهم بس changes to anyone يعني اي حد مع اللينك يقدر يشاركه مع اي حد غيروا ال anyone خلاص اتغير تتكى done بعد كده تقف كليك يمين share copy link تبعت اللينك لأي حد من اصحابك وبكل سهولة صاحبك لما يفتح الملف هيفتح الملف هيظهر له كده ده الملف هو يقدر يعمله download من هنا او من هنا يقدر يعمله download عادي جدا طيب بعد ما يعمله download انت خلاص علشان المساحة بتاعتك متخلص في جوجل درايف بتمساحه تعمل هنا delete remove وبعد ما تعمل remove بتروح على trash هتلاقيه جوه بتشيله برضو ده بكل بساطه جوجل درايف بس كده يا سيدي احنا بنذكر المعلومات دي علشان اي قرأ ومنشط دلوقتي مينفعش يكون منعزل عن التكنولوجيا مينفعش باي حلم الاحوال الجاهل في عصرنا ده هو جاهل التكنولوجيا مش جاهل قراءه او كتابه لازم تكون بتعرف تتعامل مع التكنولوجيا كويس لو حد قالك ابعتلي ملف ابعتلي فيديو مش راضي يببعت على الواتساب ابعتلي فيديو مش راضي يببعت على المسنجر فيديو انت عايز تبعته لأكتر من حد ومش راضي يببعت على الواتساب بتعمل ايه ارفعه على جوجل درايف ودي لهم اللينكات بكل بساطه هتبعت فيديو لحد يعملك منتاج عليه هتبعته له جوجل درايف لسبب لسبب خطير قوي ان الواتساب والمسنجر بيقلل جودة الفيديو او الصوت اللي انت بتبعته ليه علشان مسحته تقل جوجل درايف ما بيعملش كده زي ما بتبعت الملف بكامل جودته بيوصل بكامل جودته شكرا ليكم وتمنى يكون الفيديو فاتكوا بحاجة وعجبكم ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة